السلام عليكم مرحبا بكم اخواني اخواتي في فيديو جديد في هذه القناة نستغل فرصة باش نتمنى رمضان يا كريم لجميع المتتبعين والمتتبعات ونستعدون اليوم بخبر ايجابي على مسألة الخفاض الوفيات اليومية لجائحة كورونا فيروس في اسبانيا والتي كانت في اخر 24 ساعة 367 شخص وهو ادنى مستوى لكي تجل خلال شهر اذا كنا مرينا بلاحظة صعبة نوصلنا الى تعمية حالة يوميا لعدد الوفاية من جراء هذا الفيروس هذا لكن الحمد لله الان الامر يعني الحجر استحب دكعت في الاكل يالو ولكن خال نتيجة ما كتتحسنش يعني ما كتتحسنش يعني بسرعة ولكن ان الفيروس هذا صعب جدا والخصائص ديالو يعني تمك تعرفوها فا يعني كبقى محاربة ديالو ماشي بشيء نهي هناك خبر اخر وان دكتور سيمون فا يعني اللي هو المسؤول الاول اللي على محاربة هذه الجائحة في اسبانيا فقال على ان اليوم هو اليوم الاول يعني في النتائج يعني ديال يعني نتائج اللي سجلنا في اخر 24 ساعة لعدد الناس اللي كيتعافوا اللي كيتشافوا اكبر من عدد الناس اللي كيتصابوا اذا هذا خبر ايجابي اتمنى على ان هاد المنحنى الايجابي لتطوض هاد الجائحة في اسبانيا يستمر يعني في هاد الاتجاه هذا وكاشكو جميع المتتبعين والمتتبعات ورمضان مبارك اشتركوا في القناة